موسيقى موسيقى الله معكم أخوتي أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج حكاية قديس خلونا نبلش حلقتنا مثل كل مرة على اسم القاب والابن والروح القدس أمين بتبلش الحلقة اليوم أخوتي مع سفر المزامير نقرأ من مزمور تسعة للي بحب كمان أنه يتابع أو يعرفنا أي مزمور عم نقرأ من مزمور التاسع مزمور رقم تسعة الرب ملجأ للمساكين والمقهورين أحمدك يا رب بكل قلبي وأحدث بجميع عجائبك أفرح وأبتهج بك وأرتل لسمك أيها العلي عندما ينهزم أعدائي يسقطون ويبادون أمامك لأنك تدينني بالإنصاف وعلى عرشك تقضي بالعدل انتهرت الأمم وأهلكت الأشرار ومحوت أسماءهم إلى آخر الدهر خرائب الأعداء تم إلى الأبد وانهارت مدنهم وطواهم النسيان الرب يجلس إلى الأبد وللقضاء ثبت عرشه ليقضي للعالم بالعدل ويدين الأمم بالاستقامة الرب ملجأ المقهورين ملجأهم في زمن الضيق على الرب يتكل من يعرف اسمه وهو لا يهمل الذين يطلبونه رتلوا للرب الساكن في الأعالي حدثوا الشعوب بأعماله ينتقموا الرب ممن يسفقوا الدماء ويذكروا ولا ينسى صراخ المسكين آمين كتاب الرب أخوتي الله معكم بحلقة جديدة وسلام ربي صعب قلوبكم من برنامج حكاية الديس حلقتنا اليوم مع هل المزمور الجميل جداً رح تكون مع إنسان كتب نقل المزمير من لغة إلى لغة نقل العهد القديم العهد الجديد كان يكتب الإنجيل ينقل كل الآيات وبصورة رائعة جداً يحاربوا الهراطقة كل الهرطقات اللي طلعت ومين في غيره الشمس السوريان كان نارت أروح القدس مارفرام الحبيب اليوم نحن عم نحكي عن القدس مارفرام هذا القدس العظيم المتواضع الذي أحبه الله هذا الإنسان اللي أحبه الله إلى درجة أعطاه أنه يقدر يفسر الإنجيل يفسر الآيات من بداية التقوين إلى العهد الجديد فسر كل شيء وبتفسيره هذا حارب الهرطقات والمهرطقين وحضر كمان بمجمع نيقيا عام 325 طبعاً هيدا القديس الرائع الإنسان الكبير اللي بيكبره أكتر وأكتر ما حبته طبعاً للرب بالدرجة الأولى ما حبته لمريم العدرة إنما اللي بيكبره بيرفعه أكتر شيء هو تواضعه التواضع اللي صعبت لقيه بإنسان التواضع اللي رفعه واللي شافه الله بعين الرضا واللي شافه بعين الكبر كل ما تتواضع الله بيرفعك هيك إليه مار إفرام وهيك عرف كل ما تتواضع وتصغر كل ما الله يرفعك ومين تواضع قد ربنا يسوع المسيح اللي اتخذوا مار إفرام مثالاً علياً لأله هيدا هو ابن الله العلي اللي تواضع مين أنا وتصوروا لآخر دقيقة من حياة مار إفرام كان يقول أنا الخاطئ وكان يعتبر نفسه من أخ تلكل وكان يعتبر حاله أنه هو أكتر واحد عمل خطايا وسامحوني يا أخوتي أنا خاطئ سامحوني لكن نحنا شو نقول عن حالنا اليوم مار إفرام العظيم اللي رفض حتى أنه يكون كاهن مار إفرام اللي بقي شماس إنجيلي بقي شماس إلى أن انتقل إلى ربنا يسوع المسيح ونعرض عليه أنه يكون متران عرض عليه أنه يكون كاهن رفض لابل لما إجهى الضغط الأوي من قبل البطارك والمطارن أنه ما في مجال بقى إلا ما يصير كاهن ولا على أثر إرسامته كاهن بده كمان يصير متران للمنطقة ادعى الجنون عصب صار يمشي بالشارع يحكي حاله طبعا يحكي حاله بس بكلمات الرب يعني يصير يمشي بالشارع ينقذ الناس يكون ماشي مثلا نتخيل هيك تخيلوا معي الصورة ماشي بسوق خضرة مار إفرام وفجأة يصرخ حيون هو الله تعالوا إلى الرب ياسوع ليش عبتمشوا بالخطيئة تعال تشوف يمسكوا واحد ليش ماشي هيك أخبط هذا بكنتش تعملوا خورة عننا يعني مش مش زابطة تقولكن تعملوا متران مش زابطة مع العلم هو كان يوزع عقل على البشرية كلها كان يوزع إيمان على البشرية كلها وتواضع يزرع في الأرض هذا مار إفرام اللي خاف وقال أنا إيدي بدأ تمزق جسد الرب أنا بدي كرس الخبز والخمر أنا خليني بس الله يخفر لي خطيتي ويخفر لي أنا الخاطئ اللي عب صلي لأخوتي واللي عبكته بكفية لقالي أنه عبكته باسم مريم العذر وربنا يسوع المسيح سمحني يا رب أنا خاطئ عب بذكر اسمك أو عب بكتب اسمك شفتني مار إفرام اليوم اللي أنتو عب تتكبروا اليوم اللي أنتو إذا عطاكم بالشغل يمكن شغلة زيادة أو المدير مرأة قال لكم برافو شغلكم منيح يعني مين قدي أنا بطل قول مرحب لرفقاتي يمكن شو هالحكي هيدا يوم إذا بعمل وعزة حلوة بيمرق المطران بيقلي برافو وعزتك حلو وبطل بتهدى بصير أنه أنا ما في غيري بالبلد يعني عرفته شفته مار فرام لأ مار فرام كان كل ما قالوا له شي منيح كل ما يتواضح كان يهرب بس حدا يمضحه يهرب يروحوا على مشوار على محل بدون يفوتوا يقعد بالقبل لها يخي يخلين أنا أقعد آخر شيء يخي لا بدك تقعد آخر شيء معلش يبحب هيك يقعد مشان الترى والبرود يعني بقعد على على الباب هذا التواضع اللي اليوم مش عم نشوفه بحدا اليوم يعني قليل إذا بدنا نشوفه قليل حتى نشوفه بأشخاص معينين وحتى مش بدرجة مار فرام أكيد ممكن يكون في ناس عايشين بيناتنا عايشين معنا ما بنعرفه ما عشان تعرف عليهم آآ 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 آ� المواقع التواصل الاجتماعي منصلي音 نشوفهم نحكي نحن اياهن او اللي عبي شاهدونا عبر نور الشرق تيروميار او اللي بيصلوا معنا بالكنيسة منشوفهم لما ققدر روح الكنيسة والمؤمن قعد ببيته لعبي اطلع كل نهار احد يزور مار شاربل يروح على كنيسته اللي عبي اطلع يصلي للئدسين يزورها الكنيس يقعد يرتاح بس يفوت على الكنيسة هيك يحس براحة هيدا هو اللي بيحب مارفرام وهيدا اللي بدو يا مرفام هيدا اللي بدو يا ربنا يسوع المسيح أما الأشخاص التانين واللي الله يسمحهم كلهم واللي منصليلهم للمنهارة حتى يتغيروا واللي بتكتشفوا اليوم بكل بلاد العالم بتقولوا للحكومة ظالمة الرئيس ظالم الحكومات مش عب تعرف تتصرف طب يا أخي أنا اللي ما بدي شوفك أنه أنت عب تكسر على الإشارة على غيرك أو عب تتزعرن على غيرك أو عب تعليل موسيقى بالليل أو عب تزعج الآخرين أو عب تسرق أو عب تقتل أو عب تكل كيف شو بدي يقول عنك شو بدك تقول هيدا أعمال شيطانية ما تفكروا أبدا أنه الله مش شايف الإنسان اللي عبيعمل فوضى الفوضى بيصنعها الشعب الحكومة اللي ما بتحاسب الشعب بتكون عب تصنع فوضى مثله يعني هي ما عب تحاسب كون عب تصنع فوضى مثلكون عرشتوا كيف الفكرة هي أنه كل إنسان أنه أنا عب أعلم موسيقى أوان الخطيئة الخطيئ زجارك مريض وما عب يقدر ينام من موسيقتك هي خطيئة الخطيئة إذا أنت ماري عب تعمل شغلة غلط على الإشارة أو بشيء هي خطيئة الخطيئة لما تتعدى على حقوق غيرك هى خطيئة لما تتعدى على حقوق غيرك هى خطيئة حاجة تتعدوا على حقوق بعضكم لك بكل شي حتى بالصريخ بتتعدى على حقوق الآخر لما تعيد عليه بتتعدى على حقوقі looking for example بتعيد على التفلعة بتتعدى على حقوقه بتعثب مرا مرتين أكيد أنا بعسب انت كل يوم واحد فينا بيعصب الام بتعصب على ولادها ولا بتعصب على اهل وهذاك بتعصب بنرجع منبوس بعضنا بنقعد عادي بس اللي ماشي فيها سيري يعني واللي بدو يروع عن طبيب نفساني ولي بدروح شو حكي هيدا وروح صلي يا ابني ما بأسر فينا ان نتهدأ الا ما بنعمل حجي انه اليوم انا ما اخذ الدواب انه ما اخذ الدواب دعوس على العالم شو رحكي هيدا انه اذا اخذ الدواب تكون يعني ماشي حاله كيف رحكي هيدا ما فيه هيدا انت مزروع من جوا هو يا بتقبل الزرع طب الالهي طبع ربنا يسوع المسيح واللي نزرع فيه مر اثران بتفتح قلبك لربنا يسوع المسيح وتبد underway تصلح اي مłbym تتصلح بالاول مثلا المطار طبع السيارة بترجع بتشوف الدولية بترجع بتعمل لحديده دبيا فيك تعميم شوية شوي بالايمان بتفتع الايمان تفتح قلبك لربنا يسوع المسيح بصير يخف غضبك شوية شوية بتعف الأمور اللي كنت تعامل على غلط載 تلاقي حالك عام تصح Luker شوية او بفرد مرة الله قادر على كل شيء بس مش تعمل حجة لا بدواء لا بمرض ولا بأي شيء ان انت معصب على الاخرين وانه انت عم تعمل خطيئة واو ما قابل تتقبل الاخر وكتير منيح ايها المسكين كمان لما تكون مسكين انت عرف كمان كيف تتعامل مع غيرك هلأ من نشوف قصة مر افرام سوا ومنشوف هالانسان العظيم كيف تعرف على الله وكيف بلش يتصرف كمان مر افرام كان مثلكم بشري من زمان اي بتقوله انه ما كان يسوق سيارة عجقة السار هي عب تسبب تعصيب مزوط كلنا كلنا ما نعصب عجقة السار بس كمان كان في من زمان امور تانية اخوتي بتعصب الانسان غير عجقة السار يعني ما كان في شوارع مزفتة كان يدعسوا بالوحل تتخيل انتو طريقكم من البات للجنيسة وحل واصل للركب يعني وحل هالقد عبتدعسوا فيه هاي دي ما بتعصب ابدا هي اليوم في وحل كمان كان يقولوا هيك عجقة السار وكمان كان في ناس بتسوق حسنة وكمان كان جارك يصف حسانه قدام بيتك بدان يصف قدام بيته يا خي يحط حسانك بالزريب يحيصف ليها كمان بكل الاوقات في نفس الشي اليوم عبيصف واحد محلة وبكرة انا بصف محله نفس الشي بس هي قلة الادب وقلة الامام والاحياء انه تضلك تزع الجارك ليه خي بدك تصف حسانك عطول هون ليه ما بدك تصفه قد بيتك يعني كمان نفس القصص من زمان كانت تصير والامر شيطان هذا العالم ماشي معكم من زمان ما تعطلهم وربنا يسوع ماشي من زمان شو بتكون انه مع الاديسين فكركم ان كانت حياتهم رائع وسهل يعني الاديس بيتعذب اكتر منك لانه بيجربوا الشيطان اكتر منك انت بعدك اوقات زمن ما كنت كتير منيح بالايمان بعدك اوقات انه خلاص ما يماشي حالك انت هلأ معه ما بيصرف عليك كتير وقت فما تفرحوا كتير انه انتوا عبتعملوا فهلويات انه انتوا جماعة بتفهموا اكتر واذا الطريق اللي على الشمال ما في سيرات بوقف لو رايح انا على اليمين شو حكي هيدا بتكون تعرفوا كتير منيح كل اللي عبتعملوا خطيئة الرب سمحكم عن الخطيئة انما انتوا بعدكم عبتمارسوا اجا غفر لالكم خطيئاكن انما انتم ما زلتوا تمارسون الخطيئة باي شي من اللي اللي عبتعملوا تجاه اخوتكم باي شي بابسط طريقة حتى بسوئة السيارة بقلة ادب وقلة اخلاق هاي خطيئة تجاه الاخر لانه عبتتعدى على الاخر اذا مار افرام حبيبنا الحلقة اليوم لقله شددت على الامور الاخلاقية والامنية لانه مار افرام بكل عمره كان يشدد على الامور الاخلاقية الامور الامنية وكان مار افرام مدير مدرسة وكان راعي لمدرسة او بتحديدا مدرستين مدرسة بين الصابين ومدرسة بالروهة اسس مدرستان مدرستان لعلم الليهود لعلم الفلسفة للتنشئ الاخلاقية اللي عم نحكي هل هلأ يمكن هلأ عبا يقول لك عبا يقول لك أنا سوق سيارتك وانتبه على العالم كان يقول لهم هو انتبهوا على الدب تبعيدكم انتبهوا البقرة تبعيدكم ما تزعج الجيران الحمار تبعكم يا أخوتي زاعج العالم هلأ يمكن عم نتضحك عم بتحكوه بس فعليا هاي كان يصير مثل ما هلأ أبونا والخوري بالكنيسة عبيرشدكم عبيرشدكم عبيرلكم انتبهوا ما تزعجوا وما تعملوا كان نفس الشيء إزعاج إنما الأدوات كانت تختلف يعني على وكان من زمان كمان يسهروا بالشارع بتعرفوا كان كل الأعداد أهاوى أو شارع كمان كان يزعجوا الناس كتير فبتكن تنتبهوا كتير منيح انه مارفرام حارب هيدا النوع من الأخليئيات اللي بتودى كمان بتعمل خطيئة عينة فريدة من رجال الله القديسين هو مارفرام يدعوه السوريان جثارة الروح القدس فقد قدم للكنيسة أنشيدا روحية بلا حصر ألاف مش محصورة عكل حال حملت نقاوة الإيمان المستقيم وروح العبادة التقوية وعاطفة الحب المتأجج تجاه الله مع ظوبة الأسلوب وحلاوة الطريقة واللسان هذا وقد جاءت حياته في مجملها سنفونية رائعة تعزف لنا النسقية الحازمة مع اهتمام بخدمة الفقراء وحزم في العقيدة والتعاليم في الكنيسة وتعاليم الكنيسية الحزم تعاليم مع اتضاع شديد شو اتضاع شديد؟ يعني متواضع لدرجة من أولى هلأ بلغتنا اليومية عبيسحف قدمانه متواضع يسحف قدمانه متواضع هيدا مار إفرام ولد حوالي 306 في مدينة نصبين أحدى بلاد ما بين النهرين كان والده مسيحيين إذ قال ولدته في طريق الحق شوف ما أحل ما أحلى هيدا هو مار إفرام اللي عم نشوفه الرائع جثارة الروح القدس شمس السوريان مار إفرام شمس السوريان قال لأنه ولد من بيه أم مسيحيين شوفوا شو 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 حلو كيف كيف هيك حكي مع أهله قال أنا ولدته في الحق شو هال يعني شو هالإنسان اللي عبيعطي أحلى من هيك هدية لأمه بيه أنا ولدته في طريق الحق يا أمي وبيه أنا كانت ببيتكون ولدته في طريق الحق ولدته وشفت صورة ربنا يسوع المسيح قدامي ولدته أمي عبتحدثني عن يسوع عبتقرار للقصص المسيحية هاي كلد ما لإفرامه وكان قليل القصصات المحطوطة الورق البردة المحطوط طيقروا منه يمكن وأنا بجذن بهالأمر كان كتير قليل لبيوت اللي ما بدي أقول إنجيل أكيد كان قليل جدا لبيوت اللي عنده إنجيل ما كان بعد في إنجيل متداول لا يعني بتنرعبه إذا بقلكم لأيا سينة تبلش ينتشر الإنجيل كان ينتشر القصصات الورقية ورقة 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 بردة ورقة شيء اللي كانت مكتوبة جلد أو شيء كانت محطوطة تصور أنتوا ببيتنا كله كله عنا ورقتان ثلاثة مثل هاي نفس الشيء كل يوم يا رب نحن نؤمن بك يا رب نفس الشيء مش ما مزهقت ما عبتق نفس نفس الورقة عبتقارى منا نفس الأيك اليوم أملك أنا مزمور واحد عندي كنز مزمور يوم كل المزامير بين إيدينا لأ وبال مجموعة بقلب كتاب المقدس اللي في قلبه كل شيء ومعطينا أهمية وبيكلها الغبرة وما منقرأ فيه اليوم عنا ببركة مر إفرام وجميع القدسيين وعب شدد أنه مر إفرام لأنه هو اللي كتب ونسخ وتعب كل ورقة كانت تاخد منه قداش تحت ينقله ويكتبه أخوته كل كتاب كان النساخين بالإيد وهلأ قلم هيدا بيضال يكتب تحت يفضلق بالريشة وباللو وحط وحطوا بالحبر لسانه كان يسود أوقات حتى بلتا يرجع يحطوا تحت يرجع يعطيه الريق حتى يمشي القلم أو ينقذ يده هاك ينقذوا بإيدي بتلاقوا لنساخين إيديهم معلم بالحبر سانهم معلم بالحبر أو قات وجههم ده أنه هون معلم بالحرب جبهته هنو عبيكتبه كان ينقذوا الريشة تحت يرجع يبلوها تنبل ينفضوها خدوا على التياب بقى المواصفة بالحبر هيدا هيك أنت اليوم مع أجمل قلم مع أحلى وراء طباعة فاخرة شعب تعمل لأ وعالإنترنت يعني أنت فيك تجيب اليوم تفتح وتجيب الإنجيل وتقرأ الإنجيل والقصص المصورة وبتحس حالك زهقان هيدا النعمة ما كانوا يشوفوها اللي من قبل فروقوا على وضعكن وعرفوا أنه أنتوا بزمن رحمة رائع جدا بزمن رحمة بس كل هيدا الزمن الرحمة هيدا كله دفعين حقه قدسين قابلكون دافي حقه مارفرام ومارلياس ومارشاربل ومارجريس ونعم طالل حرديني واختنا رفقة وبخيتا وسانتريتا وكل الإدسين والإدسات دفعين حقه تحت توصلوا لهون تحت توصلنا لهون ونعرف هالقد قديش الله قريب منا بسبب تعاليمهم بسبب جهادهم بسبب دعسهم بالوحل تحت يقدر يصلنا الكتاب المقدس مثل ما هو وقصصهم مثل ما هي كان يحافظوا بأرواحهم على الإنجيل الكتاب المقدس بأرواحهم يلفوه على صدرهم ويمشوا يخبوه تحت ما حد يخزق من الهراطقة الأريوسية والغير الأريوسية اللي كانت موجودة وقت مار إفرام مار إفرام إذن ولد ثلاثمية وستة ورحل إلى عند الله يسوع بثلاثمية وثلاثة وسبعين إذن التسق بالقديس ماريا عقوب إسقف نصبين ويقال إنه صاحبه هو معه مثل ما قالنا إلى مجمع نيقيا بثلاثمية وخمسة وعشرين والبعض بيقولوا إنه إسقف نصبين ماريا عقوب هو خاله من أكده إنما يعتبر إنه خاله على كل حال بتعرفوا أنتوا اللي كان يتبنى واحد من زمان حتى دينياً انتعى أنا بعلمك وياخده مثل ما عمل ماريا عقوب بمار إفرام كان يعتبر إنه عمه أو خاله حتى لو ما كان هو ينتمي بالنسل البشري إليه بعد وقبل موت ماريا عقوب إذن صار في مدرسة وسلم ماريا عقوب إلى مار إفرام ولم مات ماريا عقوب بقى معاون وبقى مثل هلا بنقدر نقول سكرتير إلى ثلاثة أساقفة من بعد القديس يعقوب والثلاثة إذا بدنا نقول إنه ماريا عقوب عمله وسطة كان بيحبه كتير الثلاثة سلموا مسؤوليات أكتر من اللي كان مسلمة ماريا عقوب لقله بدي أتوقف مع ترتيلة ويقلكن انتبهوا منيح بعد هالترنيمة اللي بدنا نسمعها على أول تجربة صارت مع مار إفرام قداش هي صعبة وكيف الرب وقف معه نسمع الترتيلة سوا ونرجع ونكمل مع مار إفرام قداش هي صعبة وكيف الرب وقف مع افرام قداش هي صعبة وكيف الرب وقف مع افرام موسيقى 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 كل الناس تلتفت لورا بتشوف إفرام الخادم هرب بيلحقوه تحتى يجبوه بيمسك موسيقى 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 وابزقوا عليه كلهم راسهم بالأرض هيك مار إفرام ماشي بنور كتير كبير وطالع كأنه طالع على درب السماء طالع على المغارة اللي عبي صلي فيها ليل ونهار بنصر كتير كبير متل نصر ربنا يسوع المسيح هو وحامل الصليب وطالع على أحلى انتصار على الخطيئة وطلع وصل شفتوا مين مار إفرام كيف الله بيساعد أطقياءه كيف الله بيساعد قدسيه بهالوقت هيدا كان حصار الفرص صار زياده واكتير قوي على المدينة اللي هي كانت خطا ماس اخوته النص kontrollين كانت المدينة خطا ماس بين الروم أو الرومان وبان الفرص خطا ماس شهر بفطلة الفرص شهر بفطلة الرومان شهر بفطلة خطتامس كانت كتير عب dép Lums ازيه منهم بس بهالوقت هيدا كان أوينين الرومان فحصروهن الفرص ومع يا بيقدر يفوتوا فجابوا كتير دعم كتير كبير وفيتين كان بدون يهبطوا المدينة فبدون يضطروا السكان لأول مرة انه فعلا يخلوها لانه كان المعركة كتير بده تكون شرسة توصل لمارفرام الخبرية بيطلع المطران بيخبروا بيقلوا المطران بدنا نضطر انه يفل انفل من هوني بهالوقت بتوصلوا لأخبار انه رح يصير في سلام انما ملك الفرص بدمن الصفقة اخذ مدينة مصابين تحت تصير ملك للفرص تحت تصير من بلاد فارس يعني رح تبطل مدينة لا مستقلة ولا معروبان صارت نهائيا مع بلاد فارس اللي طبعا مارفرام كان يرفض هو والباقيين انه يعيشوا تحت حكم فارس فقرروا انه يتركوا المدينة وطبعا كمان بإلهام من الروح القدس من ربنا قال لهم الرب تحتى تظهروا من هيدي المدينة سالمين تحتى تروحوا فيقلكم نصيب آخر بمحل تاني وكان هالنصيب رائع جدا بمدينة الروها اللي وصلها مار إفرام بوصوله لهونيك مار إفرام راح لحاله لانه كان وقته نحنا قلنا انه مات خاله المطران يعقوب فراح لحاله ما تجعل الكنيسة وقال لهم طعموني وبدي عيشوا وشوشوا كيف دوكم امنوني مع العلم انه كان بيعرفوا انه معلم كبير انه مراح صار يشتغل وبذكرنا هول بأعمال بسيطة صار يشتغل فلاح مع مرجع حداد اشتغل كل هالأمور هيدا المتعبة عالتال اشتغل عالتال فترة طويلة مار إفرام بطريقة عنيفة كان يتعامل معه صاحب العمل بذكرنا هوني كمان بحبيبنا اللي كمان بده يكون لنا حلقة عنه ماربولوس نحن بولوسية تبشير هوني ماربولوس كمان لما قاعد باحدى المدن قالوا له تحتنا عايشك قال لهم لا وصار يشتغل ويشتغل بحياكة الخيام يشتغل ويروح بعض الظهور يبشر الناس ببيوته او بالمجامع مار إفرام اتخذ مثال لهالأمر هيدا صار يشتغل يشتغل بكده بعرق وعلى الظهر او بعض الظهر لما تحمل الشمس كان يروح ويرتاحوا بالبات انما مار إفرام مش من الناس اللي بيرتاح مار إفرام من شغله للبات كان كمان يفكرونه مجنون هيدا بس كان يسمع وكان يروح يوصل على الساحة يقف على هونيك سخرة ويبلش طوبوا فقط اقترب ملكوت الله طوبوا يا بشر طوبوا يا ناس ربنا يسوع المسيح قتل خلاصكن ويقرأ لهم ايات او اذا بدكم حافظ الايات اللي كان يقولها ويرددها بهات سوق هيدا اللي اعجبه في كل العالم ان هيدا الظلمي قبل الظهر عب يشتغل عالتال وعب يشتغل في اللاح بعض ظهر جايت حتى يعطينا الايات الجميلة جدا مستمر على هالأمر فترة طويلة وهونيك مرة بتجربة تانية كان راجع فيها على البيت تقوم احدى جيرانه اللي هي الشقة على الشقة وكان في بيناتهم طوائي طاقة قالت له مرحبا ولو شو ما بتقلي مرحب ما بدك تشوف قال مين انت شو بدك مني قالت له انا الباب بالباب ما شايفني ولا مرة من الطاقة بضل بعملك بضل بزدت عليك حجر بضل هيك ولا بتطلع يعني انه ما عندك حدا تطلع فيه انا كتير معجب فيك انا حبيتك لك هون شهران ثلاثة قاعد حدنا ما عم بقدر نمسر بتعب شوفك طلوب مني اللي بدك ايه قال لا اذا طلبت شغلي فيك تأمني لي اياها قالت له عيوني اللي بس شو بدك مني قال لي يا ريت هيك شح جرتان كبار وبطون لو سمحت هيك شي كيس بطون يعني قال لي خير اللي شو بدك قال لي بدي سد الطاقة اللي بيني وبينك لو سمحتك بدي بدي جيب يمكن هلأ نحنا نضحك نعتبر انه كان كتير مهضوم منه انما مار افرام كان كتير قاسي فيها بدي سد الطاقة اللي بيني وبينك بدي سد اللي عب تشكلك خطيه ما بقدر انا انه يكون في طاقة بينه وبينك وانه يكون الامر يقدق الى خطيه بيني وبينك صارت تضحك تاني يوم شفيته كمان بالشارع قالت له لك هي كلمة واحدة لحقلك يا يا بتجي بتقضي معي وقت يا اما بدأ افضحك قدام كل الناس وقل لهم افرام اللي عبي وعزكم افرام اللي عبي تشوفوه منيح تحشر فيه قال له طيب وموافق قالت له بتفوت عبيتي قال لأ انا عندي محل احسن احلى منروح قالت له يلا الاخر ادني معك اخده وراح مشي مشي قدامه مشي 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 توصل على سوق عجق كتير تخيلوا انتو عندكن سوق الاحد او في بعض بلاد العربية بيعملوا سوق الجمعة اتخيلوا العجق الموجودة قالت له شو ديعت البيت وين شقتك قال له هون قلت منعود مع بعضنا قعدة حلوة هون بالشارع قال له ايه في احلى مننا رايك هادف هون في قاعدة صغيرة هيك حفة منعود هون يلا كشف عنوجه اكشلا عنوجها كشل انت مجنون الناس يشوفوني عرفوني هلا انا مين يشوفوني قاعدة معكم نعود قاعدة حلوة انا وياك هون قدام الناس والناس قال له خايف من الناس قال ان الناس يتشوفونها بتبهدلونها يرجمونها ما يعرف انت قال لأ خايف من الناس من عيون الناس ليست من عيون اللة اللي بتلمح بنص العتمة شوفوا شو رائع القضيس مارف رام اللي عبي إلا عيون الله طرياني في الظلام ما بتخافي من الله ماشي على البيت فات على بيته بشارة قبل ما تفوت بربنا يسوع المسيح قال بل أنا خطيتي أكبر عب تحكيني بيسوع المسيح أنا عاهرة قالوا يسوع قالوا ممنكم بلا خطيئة ليردميها بحجر قالوا يا بنتي وين اللي طالبينك هلأ ما في حدا وين اللي عبيدونوكي ولا أنا بدينك فوتي على بيتك وصلي وصار من مرة لمره يمرق لمزامير يمرق لأيات وهالبنت هيده آمنت وأخذها من بعد ما آمنت على بيت العزارة بيت الراهبات فاتت ترهبت وقعدت وصارت رهبة بهيده المنطقة ومرأ زمن والإديس فرام ترك وراح اللي انتهت حياتي بالعلنية وراح على البرية ودخل وتوحد وقعد بقلب البرية وصار يروح يبشر العالم ويجي إلى أن صارت هرتقت قريبüyor سكتير قويه وطلعوا آآ آآ الآباء والأخوار نبعاتهم المطر المتراين حتى يجيبوا النجدة من مارفرام دخل علي احد الرهبان ولا ايه عبي كتب النص بييده بيتطلع علي احد Ведь الرهبان بيشوف عبي كتب التكوين عبي كتب من سفر التكوين فبيقله ما اروع خطك يا افراو ما ابهى كلاماتك اللي عب تكتبها بياخد هايدي الورقة 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 الوردة طبعا اللي كانت القديمة اني كدوا عليها وينزلها لعند المطران بيترجوه بصير ينزل على الشوارع وبيصير يحكي قدام الناس بينضرب من قبل الاريوسيين بياخدوه بيشفى بيرجع بينزل وبيكمل مسيرته وبيسافر من منطقة لمنطقة بيبشر بقوة الرب بيسير في مجاعة بالمنطقة بينزل بيروح عند الاغنية بيفوت عبيوتهم بيصليلهم بيقلهم حرام عليكم الفقرة بيقتنعوا منه وبيعاونوا الفقرة وبيعمل مثل مقوى يا اخوتي بساع صار حدود الالف شخص بلش بمية معه بعدين رجع صاري ساع الحدود الالف والف خمسمائة شخص من بعده لحوالي العشرين سنة وصار بالمنطقة كلها في اعمال خيرية انما قبل ما يتوفى قال لهم عندي مشوار حيب اعمله هدوه الرهبان واخدوه وفات على الدار اللي بقلبه هيدا السيدة اللي اخدها ولما يسأل عنا عن صفية بتقله الاخد انت عب تسأل عن صفية قال له ايه قالت له امنا الريسة قال له هي صارت الريسة قالت له ايه وفات لها عند وزارة الدير لما اجت كان في 20 رهبة صار في 200 وكبروه وقال له على ايدك اجت 180 رهبة يا امنا الريسة بسطله ايده قال له الله يباركك وفل مار افرام هيدا هو مار افرام هيدا العجيب تبعيته انما انا وقت انتهى بس بدي لكم شغلة كتير مهمة هو وعمره تقريبا شخمسين سنة وكان رايعة بيزور مصر القديس بسيريوس اللي صار معه حكاية كبيرة معه هو رايح في رهبان وقفين بده يفوت على المنطق اللي فيها الديار عبي عكس بالرمل على العصر فاحد الرهبان وقفين طلع برفقاته قال لهم ايه بس انه مش لدرجة يحمل عصاي يعني بعده منه كبير ولا عبورجين انه هو اللي كان يحمل عصاية كان معناته الشيخ القبيلي او الكبير يعني قال انه شوه صار احد الشيوخ يعني هالقد صار عنده بهال استحزاء هاكي انه صار احد الشيوخ صار بده عصاية يعني يحمله مار افرام بالهام الروح القدس بيسمعه شو حكيه العصاية اللي بقيده اخوتي العود اليابس بقرب قدام هيدا الراهب وبيشكى بيدو ما يحكي معه اي كلمة بيبرم ظهر مار افرام وبيمشي عشر متار بتزهر العصاية بيركد وراه هيدا الراهب بقله سمحني بيقلوا لا تدينوا كي لا تدانوا يا خي ما تدينوا ولهلأ موجودة هيدي الشجرة الكبيرة بمصر وبيسموها شجرة مار إفرام اسألوا الأقباط بمصر وشوفوها من أحلى وأكبر على الأشجار شجرة ودير مار إفرام بعدها لغاية هلأ هيدي الشجرة اسمها شجرة مار إفرام نحن انتهى وقتنا أخوتها مات القديس مار إفرام 373 بالروها والرهبان رجوع أخدوا جسده وأحوه حاليا بروما بركة مار إفرام معكن تحيي إلى الشعب السرياني كله إلى شمس السريان لتلا تغيب مار إفرام سلام الربيع سوا معكن إلى اللقاء اشتركوا في القناة